عندك مية يوم تقول قصصك هذه على مالك أنا أبغى اليوم جواب صريح الرجال متسابق زميل لك عنده شوي حياة ما يعرف تتعامل مع المواقف اللي أنت تتعامل معها بشكل عادي أنت تبع 32 مليون في الطيارة يسروا معك لا على طول ما مخرج كويس له قل له مخرج كويس أولا لا تجامل وحاول أنك تكون أفضل من غيرك دائم في تميزك وفي كل شيء ولا تجامل أي إنسان مدحني عطاه الحقيقة قدامه طيب خلق through the علي حسب يعني ممكن يعطيه مادة مشكلة أمدحه لا لا الشخص هذا الشخص الشخص هذا ما يعرفه هو ما يعرفه لو كان يعرفه لو كان يعرفه لو كان يعرفه لو كان زميلة مثلا جاء قال أمدحني كذا فجأة فجأة الله على حسب شخصيته يا حمد راسي أنا أكلمك عن الرجال مو بعن هذا هذا الشخص اللي دور المدح عند الناس ما عنده سالفة شوف مقطع يناقش هالفكرة وبنرجع بعدين مع محمد إذا جهز مقطع جاهز شاكلها في خميس بس يلا جاهز يا خالد مقطعنا يلا نشوف المقطع بيصير واضح الشاشات عندكم أبو خالد كلمة توجهها لي أقول الله يوفقك أنا أراهن على نجوميتك في برنامجك اللي بتشارك فيه أنت ملكت قلوبنا في هات ثلاثة أيام فما بالك ثلاثة شهور راح تملك الناس كلها أشكركم أولا ندر أوجه تحية تقومشي عندنا ما عنده سالفة لا أوجه تحية من هذا المكان لبو خالد حمد السعيد والله شوف أنا أوجه فينا أي شباب أبو خالد وهو وعدنا في زيارة وبعدين أبو خالد أنا لا 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 أتضرب أبو خالد حمد السعيد قام أشعرية معروفة وكل استاهل ويستاهل المتحية ويستاهل التحية علمني عن الشخص اللي ما عنده سالفة اللي ماسك الجوال يدور على الناس يقول إيش رايك فيني همدحني أوجه لي نصيحة لهذا الشخص والله أوجه لك هذا عنده مثل ما تقول يمكن حملة إعلامية هذا بطل أنا أعتبره بطل صراحة لأنه عنده حملة إعلامية لقى ناس ناجحين في مكان معين في يومين كانهم يجمعني لا توجه الكلام دي وجه الخوي محمد قل له محمد قل لديه ناس ناجحين نفس الصوت اللي قبل شوي اللي هي صوت حمد السعيد ما عندك مشكلة إذا قلت لها وجهني بس أنت هذي فكرتك يا حمد خميس مرات يحتاجها لإنسان أنت فكرتك كذلك تروح للمشاهير زي حمد السعيد ما أروح لهم أنا يجونني هم يجونك ما أروح لحد طيب ممتد ورّونا 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 المقطع الثاني ويلي تعرض على الشاشات عندنا أنا أتمنى لك التوفير في برنامج زيد رصيد إن شاء الله تنجح وتطلع الأول أشكرك الصوت كيف أستاذ عمر الصوت عيد الصوت جميل أشكرك شكرا برضو أشكركم والله أنا أستاذ حميس برضو نوجه تحية عمر أديب عمر أديب اللي جاء من مصر وصل عندك البيتكم الظاهر وصورك وقال لك تكفى تعالي طلع ممي هم جوك صح أنا صراحة أنا أقول لك شيء أكون صريح أمام الشباب أنا هو عبدالله الخالدي لا تقول القصة عبدالله الخالدي لا تقول القصة عرف القصة رحت البليفارد لا هو لا قانا قال ما شاء الله الإمارات والبحرين في البليفارد قلنا لشو الغريب نحن واحد الإماراتي سعودي والسعودي البحريني والبحريني إمارات يقولنا لشيء واحد صحيح فهون عجب في الموضوع قال أبغي أصوركم ما جاوبتني فضل هو اللي جاك ولا أنت اللي رحت له لا هو هو اللي جاك نعم هو لا قال وحمد الخميس وحمد السعيد هو اللي جاك نعم أنا حمد السعيد أنا أقول لك هاني أستاذ هاني ممكن كلمة شخصية جدا ممكن كلمة كلمة سم ليش عمر أديب نوجه للتحية من عبر القناة أقول له هو يوم شاف اللباسنا واستغرب بالوضع ثاني نقطة ثاني نقطة يوم عطيت الصوت سمعت صوتي وقال ما شاء الله صوتك جميل أنت نجم في شيء تمشارك فيه يعني أنت بجيت وسمعت صوتك وعرضت لك قلت لبشارك عمر أديب اشتراه في برنامج جد رصيدك يا بعدراسي أنت جيت قلت أنا بشارك في جد رصيدك وجه كلمة للناس كلهم أني بشارك حمد السعيد واشتراه أنكم شارك معلن نسمك واشتراه أنكم شارك يا خالدي ماري غزعة من البحرين تعال استغربوا معي أبو يا غاق أبو 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 أبو